هذا أكدت القائمة بعمل وكيل أمين عام الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية جوسم سويا أكدت أن كل سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت مشددة على ضرورة وقف مثل هذا التجاهل الصارخ لأسيديات الإنسانية وقواعد الحرب وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة قالت مسويا إن المستشفيات قصفت وأن العاملين في المجال الطبي احتجزوا بينما أحرقت أماكن الإيواء وأضافت المسؤولة الأممية أن هناك تقارير تفيد باستشهاد مئات الفلسطينيين فيما أكبر عشرات الألاف على الفرار في أحد عام الأمم المتحدة بقίة 400 أمم المتحدة للشعرات لقائزة في الغزنة وقال أكبر 1,500 أمم المتحدة شكرا